أكد سعادة الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن مشروع التسيير الذاتي سيستم في تسجيل أعلى معدلات الأداء وتحقيق أقصى درجات الرضا من خلال الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة جاء ذلك خلال الإجاز الإعلامي الحكومي للإدارة التنفيذية للمستشفيات الحكومية الذي بيّن فيه الأنصاري أن الهدف الأكبر للخطة الاستراتيجية لمشروع التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية هو رفع مستوى الرعاية الصحية والاستدامة المالية وتحقيق معادلات متقدمة من التنفسية والشفافية والعدالة مضيفا في الوقت ذاته لأن الإدارة قد انتهت من وضع استراتيجية لمجمع السلمانية الطبي وتطوير قسم الطوارئ والحوادث فيه لتتبنى خطة عمل ممنهجة نجحت في تقديس فترة الانتظار للمرضى بقسم الطوارئ بنسبة 78% كما وتم معالجة مشكلة الازدحام وارتفاع عدد الزوار في منطقة الانتظار بنسبة 25% وأما بشأن تطوير العيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي أكد الأنصار إضافة إلى عيادة تخصصية في الفترة المسائية